خش في المباراة وتفاصيلها، جزال لبريلة حتى الآن رأيك فيه إيه؟ قدر يحط إيده على الفرقة أو لسه محتاج شوية الوقت؟ لا المفروض يكون حط إيده على الفرقة لأنه بقى له فترة مش قليلة عارف التعامل مع اللعيبة، عارف إمكانيات اللعيبة كويس هو بس بتقابله ظروف الإصابات والغيابات، هي دي المشكلة عنده وكمان أنت عندك الزمالك مفروش بديل بسبب طبعا موضوع القيد فهو برضه في حيرة أخد بالك يعني في الفترة دي كمان بيستعين ببعض النشئين كتير وده غزبا عنه لأنه هو لازم يجرب النشئين عشان هو يحتاجهم زي ما قلت لك لأن الغيابات فدي ظروف برضه صعبة عليه بس يبدو كده أن الظروف الصعبة دي هتطلعنا أنا كان واحد حلو في الزمالك أتمنى سيد نمار شكله وعد سيف شكله وعد يعني فيه تحس كم طبعا مش بقول إنهما كويسين بس تحس إنهما ييجي منهم بص يا كريم أنا ما بحبش أتكلم على حاجة لما أشوفها شوي لأننا عندنا مشكلة إنهما بنحكم من بدل فإحنا نعمل إيه ما تحكمش قول مثلا إنه يبدو وعد أو نتمنى لأن أنت النهاردة ممكن تحكم عليه أنا هنا وأنا قاعد دلوقتي أقول لك لا ده اللعيبة دي عالميين ده اللعيبة دي وحشين ده اللعيبة دي مش عارف إيه وبعد الوقت يثبت لنا عكس كلامي فهاجي قدامك أغار الكلام أب أنا مش كويس ما عاردش كويس أه لأ أنا حكمت بدري فما ينفعش إنه أنت تحكم بدري لازم تديهم وقتهم شوية عشان تقدر تقول هل اللعيبة دي تقدر تكمل في نادي الزمالك أو هيبقى لها اسم في نادي الزمالك وتعمل تاريخ لنادي الزمالك ولا لسه اللعيبة دي لا ما عايزة خبرات أكتر من كده فده اللي بيثبته المطشاط اللي جاية وعلى حسب ما هيلعب قد إيه فمع الوقت إحنا نقدر نحكم بسعيف أنت الظروف الصعبة دي هي اللي بتطلع بقى شباب يعني لما فيه ظروف صعبة في الزمالك ده مش هتشوفهم مهبوس ماتش زي الأهلي يعني ماتش كمة آه ممكن يطلع لك لو حد بقى فعلا وظهر آه ممكن أقول لك إن ده ماتش بالنسبة له ماتش مهم ماتش صعب ماتش كمة قدى فيه بشكل كويس طلع عنده شخصية زي ما أنت بتقول شخصية لعب فده اللي هيقول لنا لكن ما قدرش أحكم على ماتشات يعني معلش محترامي يعني ماتش الداخلية مش هقدر أحكم على ماتش الداخلية رغم أن الزمالك كذبه بصعوبة تمام مهدرش أحكم على ماتشات تانية يعني المستوى ممكن يكون متواضع شوية محترامي طبعا للأندية كلها لكن أقدر أحكم في ماتش زي النادي الأهلي تشوف مباراة كمة مباراة صعبة مباراة على ضغوط إعلاميا وجمهريا وكل حاجة فلو هو عنده شخصية وأثبت كده أنه هو وصل في نفسه لأن المباراة دي طلعت ناس كتير قوي خد بالك بس اللعيبة دي كان عندها شخصية وبينة فأثبتت وجودها في المباراة دي فهل اللعيبة دي هتثبت وجودها وهل اللعيبة دي أصلا هيبقى لها دور بكرة ده مهم جدا انت ممكن يكون مستر ممكن يكون الآن يدفع دلوقتي بناشئين فممكن يحط اللعيبة كبيرة كلها لكن ممكن الظروف تحكم أنه هو لازم يحط مثلا على الأقل واحد أو اتنين فأتمنى هايلك في تشكيل فكر فيما بعد